كل فرقة بتروح تلعبها على أرضها أو بتيجي على أرضك بتبقى عمل لها فايل مذاكر اللعيبة، مذاكر السيستم مذاكر المدرب بتاعهم بيغير استراتيجياته إزاي كل مرة يعني ما شاء الله الميموري هيلة يعني أنه انت حافظ دلوقتي أنك هتروح تلعب للتحدي السكندري تلعبه فعارف المدرب بتاعه بياخد خطط إيه مختلفة والطريقة بتاعت التيم والتيم نفسه بيتفاهم مع بعضه إزاي وتعمل انت كونتر أتاك بشكل دايماً راكب على الواقع يعني أوه الهاجم المرتد دايماً تبقى خطة بتبقى الفرقة الكبيرة أو الفرقة الكوية بس ساعتها كان فريقة أقوى من الفرقة الثانية بس كنا بنلاحظ كل ماتشو بنصور الماتشات وبنصور اللاعبين اللي مهمين وبالطريقة اللي لعبوا بيها وبنوري كل الكلام دا لللاعبين ومن ناحية دي والفرقة برضو التانية كان بتعرف كل حاجة عننا مش أنا بس لو كنت أعمل كده بس مع فريتي كان كان في سبع أو تامن لعبين نجوم كانوا نجوم متواضعين أنا كنت أقولك هذا المرة عندي مجموعة نجوم بس النجم اللي كان بيها المع أكتر هو الفريق هتلعبوا كله كل الفريق واللي عايز يعمل ماتش فردي يا راح يلعب باليارض ويلعب تنسة هنا الكل يلعب للفريق يلعب ببدلة الشغل دا كده فريق وكل واحدة هياخد التأدير بتاعه أكيد بس كانت كوية فعلا